الرسم بالنسبة لي مغرى ما فيه منذ الطفولة من انا صغير الرسم ونحت على الزجاج من الفنون الجميلة جدا والتي تستحق الاعجاب فالنتائج التي يمكن الحصول عليها رائعة جدا وخصوصا عندما يتخللها اشعة الضوء صاحبة هذه الاعمال هي الفنانة الشابة لجين معاذ والتي تجيد فن الرسم والحفر اليدوي على الزجاج وتتقنه بعد رحلة من التعليم الذاتي في هذا المجال حيث ابدعت في اتقان هذا الفن النادر والفريد والاعلى من حيث القيمة الفنية بدأت من الطفولة كنت احب ارسم شخصيات كرتونية بعد كده صرت احب ارسم عادي لوحات بالالوان الاكريليك كنت احب ادخل ااخد دورات دخلت الجامعة درست رسم فنون بعد كده درست لهو القزال مادة من المواد عملت كاسات اللي هي حقة الملكة والزواج كانت عبارة عن عروسة وعريس العروسة بتكون كلها مثلجة يعني كلها حفر فيطلع فستانة كان ابيض والعريس لأ بس خطوط أوتلاين فتطلع بدلة كأنها غامج تدهي واللي حلو انه اكتب فيها التاريخ والاسم الرسم على الزجاج من أبسط وأجمل أنواع فن الرسم ولكنه إلى جانب سهولته وجمال وإبداع منتجه يحتاج إلى معاملة خاصة مع الألوان والزجاج المراد الرسم عليه فالمكونات المستخدمة في فن النقش على الزجاج تحتاج لدقة واحترافية في التعامل معها أول حاجة تختار التصميم التي تبقى أول رسمة تطبعها على ورقة تحط الورقة تحت الجزازة تثبتها تمام على الجزاز بعد كده تبدأ تعمل الأوتلاين للرسمة تشيل الورقة بعد كده تبدأ أنت تلعب في التأثيرات حقا الرسمة خلص حتطلع النتيجة تشيل الورقة تشيل الورقة تشيل الورقة طبعا هو انت لنفس الجهاز اللي هو الدريل انت اللي تتحكم فيه فممكن احيانا هو يدفك لازم تنتبه ان يدك تكون بعيدة منت لابس اكسسورات ابدا ولا اي حاجة النظارة حتى الشم بتطلع غبرة طريقة الجلسة كمان تفرد استطاعت لوجين جذب الأنظار إليها من خلال صفحتها على الإنستجرام بعرضها لأساليب مختلفة من أنماط النقش والرسم على الزجاج لتختبر بذلك ذائقة الجمهور لأعمالها الفنية أنا بدايتي في إنستجرام وماشاء الله فيه قبالي عليه حلوين بعرض فيه كل العمال تقريباً كل منتج بصور واحد أنا اللي أكتر وحدة إلى الآن وصلت إن هي مرة عجبتني اللي هي كانت على المراية حق السفينة كانت سفينة بالضل الأسود والقمر كان أبيض من الوجه يعني حفر القمر يكون من الوجه فيديك أبيض والسفينة من الظهر من ظهر المراية في تديه على الأسود الاهتمام والرعاية والدعم كلها وقود للإبداع وهذا ما وجدته لجين من أهلها والمقربين منها لتستمر في العطاء بكثير من للتحدي والإصرار لتكون منتجاتها غاية في الروعة والجمال قاربي كلهم بستي الله يخليها دعمتني جداً الله يحفظ لي إن شاء الله ياروب ما يحرمني منها وكفتها جنبي موسيقى موسيقى استطاعت لجين توظيف الزجاج بشفافيته وسحر بريقه لتجسد المعاني التي تريدها وذلك بأناقة واحترافية عالية لبرنامج من أرض السعودية نايف الحميدي جدة موسيقى 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 شكرا